معالي الأمين العام، وأسأل حضرتك هل مصر كانت استنفذت كل ما يمكن أن يتم قبل الحرب؟ يعني كل ما كان يمكن أن يحدث لم يكن أمامنا بديل إلا الحرب؟ هو في رأيي أن الحرب كانت ضرورية منذ يوم 10 يونيو 67 وقف إطلاق النار مصر دولة كبيرة، ضربت ضربة عنيفة جداً وبالتالي كبرياءها، واحترامها لنفسها، واحترام المنطقة لها وقدرتها على التأثير في هذه المنطقة، كان يجب أن يقوم على حرب جديدة تعيد التوازن الاستراتيجي في المنطقة في نفس الوقت، المؤكد أن النوايا الإسرائيلية كانت في استبقاء الأرض، كانوا سيبقوا على الأرض، ولا يمكن أنهم سيوفقوا على الانسحاب منها وأعتقد أن القيادة المصرية في وقتها والشعب المصري، أنا شخصياً كنت أعرف أن المسألة ليس سيأتي إلا بحرب أخرى، نتيجة للفلسفة التي يتحرك بها الجانب الإسرائيلي، وبالتالي المهمة الأولى لمصر كانت هي في إعادة بناء قوتها المسلحة مرة أخرى، بناء قوات مسلحة قادرة يستغرق سنوات، وبالتالي هذه السنوات بوز الجهد الدبلوماسي، والعالم كان يحاول أن يقنع إسرائيل بالتجاوب مع فكرة الانسحاب من الأراضي المحتلة، وبرضو أنا شخصياً لم يكن لدي اقتناع إطلاقاً أن الجهد الدبلوماسي سينجح، وبالتالي استغرقنا ست سنوات وثلاثة شهر نعيد بناء قوتنا المسلحة، ومع ذلك الجهد الدبلوماسي في وقتها كان فيه كثافة كبيرة جداً في السنتين الأخيرتين، ولها أسبابها، على سبيل المثال أنا شخصياً قرأت برقيات على اتصالات مصرية أمريكية، يلتقي وزير الخارجية المصرية الدكتور محمد حسن الزيات مع وليام روجرز، وزير خارجية العلايات المتحدة في يوليو 72 في نيويورك أثناء دورة الجماعية العامة، يقول له شوف المنهزم في المعركة عليها أن يدفع التمن، وبالتالي يتخلى عن الأراضي لصالح إسرائيل، يأتي سنة 73 نفس الوزير أو كيسنجر يقول لوزير الخارجية المصرية في وقتها الدكتور الزيات إنه نحن ليس لدينا وقت ضيعه معاكم، في هذا التوقيت، رئيس السادات قرر إخراج الخبراء السوفييت من مصر، هذه كانت رسالة رصدها الأمريكان، فالأمريكان بدأوا يهتموا به الموقف المصري، وقالوا، ما فيش مانع نعمل معاكم جولات مشاورات، حصل جولتين مشاورات لأول مرة، مرة في فبراير 18 و19 فبراير 73، ومرة أخرى في 20 مايو 73، الأولى في لونج آيلاند في الولايات المتحدة، والثانية في باريس، التقى كيسنجر مع مستشار الأمن القومي المصري محمد حافظ إسماعيل، وكان واضح أن هما الاثنين غير قادرين على التوصل إلى تفاهم فيما بينهما، من هنا، ولما عرض الأمر على الرئيس السادات، توصل إلى النتيجة المؤكدة، أنه لا يمكن إلا بعمل عسكري كبير يهز الموقف، الرئيس يعقد اجتماعه في 30 سبتمبر 73، ست أيام قبل الحرب، ويستقر الأمر على القيام بالعمل العسكري، ويبدأ العمل العسكري، وينتهي بتحقيق الهدف المصري، هدف المصري كان في وقتها، وهو هدف محدود، الحصول على شريحة من الأرض، ضرب الجانب الإسرائيلي، تدمير خط برليف، تشد الهجمات المضادة، والدخول في عملية مفاوضات تؤدي إلى الوصول إلى خط الحدود المصرية مع فلسطين تحت الانتداب 1906. من هنا يمكن استغرق الأمر بعض الوقت بعد العمل العسكري وتوقفه، إلا أن المؤكد أن أنت وأنا نستطيع أن نذهب النهاردة نزور طابة في شرق الحدود، ورفح في غرب الحدود، أي حقاقة مصر الهدف الاستراتيجي من الحرب؟